السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابناء العزاء معكم دكتور عبدالعزيز حسين. هنبدأ او هنتكلم مع بعض النهاردة ان شاء الله على انواع الممبرين بتينشلز بالنسبة لنيرون. وهنتكلم على حاجة سباسيفك اللي هو بيسموها ريستينج ممبرين بتينشل. وهنتكلم على التفاصيل احد انواع الممبرين بتينشل او النييرون الممبرين بتينشلز وهنتكلم specifically على resting membrane potential تعالوا نشوف عناصر المحاضرة بتاعتنا النهاردة ازاي انا بتكلم على حاجة اسمها membrane potentials في neurons يبقى هلازم نتعرف على ايه هي السيلز الموجودة في nervous system بتاعنا او في الجهاز العصب بتاعي اللي هي تشمل نواني اتنين من الخلايا ال neuro glial cells هنتعرف على انواحها واناك تتعرف على وظيفة كل واحدة منهم الخلية التانية اللي هي النيرون او بيسموها nervous cell اللي هي الخلية العصبية هنعرف تعريفها يعني ايه وتركيبها عبارة عن ايه وانواحها ومش بس كده هنعرف يعني مصطلح ال neuro fiber والخصائص بتاعته هنتكلم على انواع من membrane potentials في neurons وهنقول مكان كل من كل membrane potential موجود في انجز من النيورون وهنتكلم specifically زي مولتلكم في بداية المحاضرة على resting membrane potential او تعريفا والcalculation بتاعته وبنيسه ازاي وهكذا هنتكلم على اخر نقطة عندنا اللي هي اسباب resting membrane potential تعالوا نبدأ مع بعض كده ماشي نتعرف على الجهاز العصبي بتاعنا او nervous system اللي هو كنا هنعليه انه هو يعتبر major regulatory or control system الموجود في جسمنا يعني هو system في الاساس عبارة عن system تنظيميا تنظيمي ده بيكون من جزئين او nervous system بيكون من جزئين central nervous system cns sorry spinal cord وعندنا جزء التاني اللي هو البريفرال اللي هو يمثل الكرينا نيرف والسباينا نيرف والكلام ده كلمنا عليه كتير عندنا 12 بير من الكرينا نيرف او كسيستم تنظيمي هو بيشتغل ازاي او how our nervous system does work باختصار nervous system بيقولك انه هو regulatory system يعني بينظم وظائف جسم الإنسان المختلفة هينظمها بناء على معلومات informations الinformations دي اللي هيعمل detection الinformation دي هو structure موجود في بداية اللي بيسموه sensory division اللي هو القسم الحسي الموجود في البريفرال nervous system بيسموه عندنا receptors ودور receptors على المستقبلات يا شباب هي detect اي change اي تغيير في internal environment او external environment في البيئة الداخلية او البيئة الخارجية بيئة خارجية يعني مسلا درجة حارة الجو زادت درجة حارة الجو قلت change of internal environment مستوى الاكسوجين اللي عندك في الدم مستوى ساناكسوجين كربون زاد في الدم او مستوى جوليكوس زاد في الدم او قل في الدم تمام طيب receptors دي كان مجموعة تلات مجموات اساسيين مرتبطة بLo gants اللي بيسموه special seans اي organs وفيه حاجات مرتبطة بالوسرة فكل واحد لو وظيفة وبي detect حاجات معينة متاع אז دي بتشوف ااااااااااااااااااااااااااااااااااان او متبقى مسؤولة عن استقبال حواس كتيرة جدا وزي的 سميل كل دول أو أي ريسيبتور من دول لما تبقى استيموليتد المفترض بتبعت information بتاعتها اللي باتنين عن طريق sensory division بتاعت peripheral nervous system عشان توصل لمين توصل للسينس لما توصل للسينس بالنسبة لنا لما توصل للسينس المفترض للسينس والبرين والسبان الكورد بانتجريت الانفورميشنز ما معنى كلمة انتجريت الانفورميشنز بيبتدي ينسى المعلومة اللي دخلاله المعلومة اللي دخلاله عبارة عن هي عشان يبتدي يطلع ال response المناسبة عشان يبتدي يطلع مين ال response المناسبة معنى الكلام ده ايه او بمعنى الكلام ده ايه انا دلوقتي مثلا ايه شفت صورة مثلا انا فيه فيه اتنين اشخاص واحد بحبه والتاني بكرهه زي ما بيقوله كان اللي بحبه معاه انا شفته او حتى اللي بكرهه انا شفته اللي اتنين عبارة عن زي ما بقوله كده نشاطه اللي هي مستقبلات الابصار الموجودة عندي في الهين فبعتت information للسين نس السين نس قالك ده فيه صورة انسان انا بحبه او صورة انسان انا بكرهه تمام السين نس بقى ال prime بتاعك او ال spinal cord بتاعك بيبتدي process information بيبتدي يتعمل مع المعلومات عشان يعمل لها integration وعمل لها distribution جوه السين نس ويبتدي يحفز المراكز اللي هتوبها مسؤولة عن كل مين عن كل reaction او كل response او كل رد فعلي زي ما بيقوله بمعنى انا مثلا احساسي للانسان اللي انا بحبه معاه ان انا بحس معاه بالسعادة والتاني بحس معاه بالضيق او بالغضب يعني اللي بيسموها pleasurable feeling وun pleasurable feeling من اللي خلاك تحس بال pleasurable feeling ومن اللي خلاك تحس بال pleasurable feeling هو ان المعلومات دي وصلت لي centers معينة خاصة بال pleasurable والتانية خاصة به اللي هو un pleasurable feeling زي ما بيسموه شعور مش بس كده بتبتقي تبعت اللي الموتور ديفيجن بتاعت اللي بيوصل للأورجنز بتاعدي اما عن طريق السوماتيك اما عن طريق مين الاوتوناميك السوماتيك بيروح لسكيتا المصل والاوتوناميك بيروح بقى لسموس مسل والكاردياك مسل والجلاند اوكي وهناك بيبتدي يزبط الرسبونس بتاعت انا الاولاني معي لو شفت صورته انا ببتدي ايه اللي انا بحبه ببتدي اجرى عليه وحضنه وابوسه وحكازها والتاني العكس ببتدي مثلا عايز اضربه وعايز اتخاني معاه وحكازها ده بالنسبة لك ازاي الجهاز العصب بتاعك بيشتغل بمعنى الجهاز العصب بتاعك بيشتغل بناء على معلومات جاله من الريسبتورز المعلومات دي بتوصل للسينس بتاعك عن طريق السينسوري ديفيجن ويبتدي يحصل انتجريشن وبروسيسنج المعلومات جوه السينس بعد كده يتلع الرسبونس المناسبة وتوصل ليه لفكتور اورجنز عن طريق الموتور ديفيجن الموجود في البريفرا المين في البريفرا نيرفا سيستيم وتوصل لفكتور اورجن اللي بتنفس والإفكتور أورجن اللي بتنفذ عندك الاسكيلية الماصل في السوماتيك وعندك الاسموس والكاردياك والجلاند وي اللي دي بيستوشه بالنسبة لمن؟ بالنسبة لي الوطرامريك نيرفا السيسم طيب تعالوا نتكلم بقى ونخش بشواء التفاصيل يا شباب على هي الخلايا الموجودة عندك في الجهاز العصبي كم خلية احنا قلنا من شوية هم خليتين النيرفسل او النيرون ودى الخلية الاساسية وتتعتبر الستراكشورال يونت أو الوحدة التركبية بالنسبة للجهاز العصبي والعدد بتاعتها تقريبا حوالي 100 مليار أو 100 مليون نيرون النيورو جلايل سيلز دي خلية تانية دورها البروتكشن ودورها السابورت وده عددها تقريبا ما بين 10 إلى 15 ده في عدد من النيورونز الموجودة عندنا فده بالنسبة لي اللي هي السيلز الموجودة في النيورو جلايل سيلز تعالوا نتكلم على تفاصيلها ونشوف هبدأ بالنيورو جلايل سيلز انواع والوظيفة تحت كل نوع من الخلايا دي نيرو جلايل سيلز يا شباب هي طبعا واخد اسمها من كلمة نيرو يعني نيرون جلايل جاية من كلمة اسمها جلو يعني سم يعني دي بتخلايا بتكوننكتو بتسابورت النيرونز توجدر بتدعم وبتوصل والنيورونز مع بعضها عددهم زي ما قلنا حوالي 10 أضعاف أو 50 ده في عدد من النيورونز مش بس كده النقطة المهمة جدا يا شباب عندنا ان الخلايا دي منتشرة فيه سينس اللي هو الجهاز العصب المركزي أو في البيئي نس الوالبريفرال نيرو سيستم في السينس أو النيورو جلايل سيلز الموجودة في السينس أربع أنواع أستروسايتس وقلو جودوندروسايتس ومايكرو جلايل وإبن دايمان سيلز على مستوى البيئي نيرو سيستم عندك فيه ساتيلايت سيلز وعندك مين شوان سيلز بيتسيركوليت فيلاود جوه البرين حاجة اسمها سريبرو سبين الفلاود الميكرو جلايل دورها الاميونيتي يسموه الاميون سيرفرانس أو حامة لها اسمها الفاكوسايتوزاس اللي هو ليه جودوندروسايتس في السينس أو حتى الشوان سيلز في البيئي ناس اللي اتنين مسؤولين عن تكوين أو الفورميشا بتاعت المايل انشيس وعلى حوالين من؟ حوالين الأكزون بالإضافة لشوان سيلز لها دور هنتكلم عني كامين شوية لها دور في البرينفرال اللي هي مسؤولة عن بتاعت الأكزون في البرينفرال نيرفاستس بنسبة الأستروسايتس اللي هي الخلاية النجمية أو ساتيلايت سيلز دورها ان يابه تريموف الموجودة في حواليني النيورونز وعشان جدا بتمنتين بالإضافة لي ان هي بتقين جدا مسؤولة عن بتاعت الجروث بتاعت النيورونز والأستروسايتس بتبقى مرتبطة في السينس بالبلود فيزنز وبتعمل باريير ما بين البلود الموجود في البلود فيزنز والنيورونز بيسموه بلود بريم باريير بيسموه بلود بريم باريير ده باختصار أنواع النيورو بلايسنز يا شباب والفونشنز بتاعت كل خلية منه تعالي نتكلم سبيسيفيك لبقى على الخلية الأساسية بتاعتنا يا شباب اللي هي عبارة عن النيرفوسيل أو النيرون لسه إليم من شوية نيرونز الوحدات التركيبية بنسبة الجهاز العصير بتاع زي ما قلنا انهم عشرة بليون يعني عشرة سوري ميت بليون يعني معناها ميت مليار يعني معناها مية في عشرة والسي تسع تقريبا ده عدد هين بتتركب من ايه النيرونز طبعا بيكمل من أربع أجزاء أساسية اللي هو اللي بيسموه عندنا الجزء الأولين اللي هو عبارة عن سيل بادي أو اسمه السومة اسمه السيل بادي أو اسمه السومة السومة دي طبعا بتكونترول الميتابوليك اكتيفت بتاعت النيورون وبتحتوى على نواة وفيها كل الارجانيز التانية الميت كوندريا والريبوزومز وحاجة اسمها نيزلزي باديز والنيوروفايبرل والنيوروفيلمنت ومفيش فيها بس ايه سنتروزومز ليه مفيش فيها سنتروزومز عدم موجود السنتروزومز فيها بيخلي قدرة النيرفوسيلز أو النيورونز اني تفقد الباور بتاع بتاعته بيبقى كفرد بي حاجة اسمها ميلنشيز وحاجة اسمها شوانشيز ما بتبدأ من السيل بادي بحاجة بيسموها بيسموها الاجزون هلوك أو الانيشيال سيجمنت الاجزون بيبقى كفرد بي زي ما قلنا من شوية بي تو شيز ميلنشيز وشوانشيز هنتكلم عليهم كمان شوية الجوز التاني الاجزون عبارة عن سينجل لونج بروسس يعني بروسس واحد وطويل لكن بالنسبة ليه في بروسس تانية ممكن تطلع اسمها دندورايتس والدندورايتس تبقى شورت ومالطم الميل بروسس شورت ومالطم يعني تبقى سيارة وكتير بيبقى فيه حاجة اسمها بري ساينابتك ترمينال ما معنى كلمة بري ساينابتك ترمينال تبقى نعيفين ايات موجودة خاصة بالعجزون اسمها او بيسموها ده اللي بيبقى فيها أو النقل الكيميائي عشان تنقلهم يتنقل ليه النيرون البعدي كده او الخليل البعدي كده عشان يديني الاكشن بتاعه فده باختصار تركيب النيروس او النيرون تعالى نتكلم على الاغلفة الموجودة حوالين اللي باللون البوني ده جماعة اللي في النص ده عبارة عمين الاغزون الاغزون ده بيبقى كفر اللي في النص كده ده اسمه والخلية بتاعتي دي بيسموها شوان شيس او شوان سالس المايلين شيس عبارة عن مادة مادة مالينة دهون بتصير الاغزون بتشتغل كاللكتريك انسوليتور الالكتريك انسوليتور يعني تشتغل كعازل كعربعي يعني بتازل بتازل الاغزون بمعنى ان هي بتمنع مرور اي الاغزون تمام وبتخلي طبعا هي مش مع المايلين شيس مش مش بيينفولوب كل الاغزون في حتة نوت او لا تغطى بي المايلين شيس النوت عقد بالاضافة لي العاجزون المين ترمنا دول الاماكن ما فيش فيها مين ما فيش فيها مايلين شيس النوت سفران تلاقيها واحدة كل تقريبا من واحد من عشرة الى واحد مليمتر تقريبا هو ده اللي بيحصل فيه ما يسمى به nerve impulse أو نبضة العصبي الجزء التاني أو الشيس التاني اللي هي الخالية اللي بين الخارجية بيسموها Neuralimple Cells أو اسمها Neuralimple Cheese أو اسمها Choin Cheese ودي عبارة عن Live Cells اسمها Neuralimple Cells دي مسؤولة عن وزفتين Regioneration بتاعت Nerve Fiber في البريفرن بالإضافة للFormation بتاعت Myelin Cheese في البريفرن مسؤولة عن حكتين بتكون Myelin Cheese في البريفرن نيروز سيستم؟ مسؤولة عن الري جي نيريشان بتاعة النير فيه البريفرل نيروز سيستم تمام؟ يعني هي اللي بكوين وعدم وجودها في السينس لان هي موجودة في البي نس بس يا جماعة عدم وجودها في السينس بيخلي ان لو حصل النير فيبر أو الياف نصبية اتقاطعت ما بيحصلهاش ري جي نيريشان في مين؟ مابيحصلهاش ري جي نيريشان في الايه في السينس؟ تعالنا نتكلمة العاجزون الترميense العجزون or terminal طبعا الانهية العجزون بتعمل اتصال مع حاجة من 3 يا إما دندراينز وはいظونز دندراينز أو سومة بتاعت النوادر نيرونز بيسموها نيورو نيورول جونكشن أو بيسموها ساينبز يا إما تعمل مع معمسل بيسموها نيورو موسكولار فايبرز أو نيورو موسكولار جونكشن يما تعمل مع جلاند بيسموها سيكرتر الجلاند بيسموها نيورو إيبثيل الجونكشن أو بيسموها نيرو بيثيلة جونجشن اسمها نيرو بيثيلة جونجشن اسمها نيرو بيثيلة جونجشن طبعا نتكلم على أنواع النييرونز أنواع النييرونز من نسبة لنا النييرونز ممكن نقسمها بتريطين احنا تكلمنا على ثلاث حاجات بنسبة للنييرون يا شباب معذرة احنا تكلمنا على ثلاث حاجات في النييرونز اول جزء اللي هو تعريف النييرون الجزء التاني تكلمنا عليه على عدد النييرونز جزء الثالث اجزاء النيرون. ممكن نتكلمنا على شوية التفاصيل في العجزون والعجزون والشيسس. واتكلمنا كمان على العجزون والمين? العجزون والترمينالية. طب تعالوا بعد اثنكم ونتكلم على نقطة راقب اربعة بنسبة للنيرون انواع النيرون. ممكن اعسمها فيسيولوجيكالي او هستولوجيكالي. فيسيولوجيكالي طبعا ده صورة بتبين ان النيرون في نيرون بياخد السيجنل من الريسبتور يودها للسيجنس بيسموه سنسور ونيرون. وفي نيرون اللي هو باللون الاصمر قدامنا بياخد من السيجنس يوديها للأورجان بيسموه موتر نيرون. يبقى انت عندك بيقسمها سنسوري وموتر واللي بينهم جوه السيجنس بيسموه مين انتر نيرون او بيسموها عصاب بينية. تاني يبقى كم فيسيولوجيكالي انا بقسموه من السنسوري وانتر وموتر نيرون. ده بالنسبة للتأسيم الفيسيولوجيكال حسب وظيفة كل واحدة. هل هو وظيفته حسية ولا وظيفته معيه حركية ولا وصفته تنسيقية اللي بيسموه إنتر نيرون اللي بيسموه اللي هو إنتيجريتي في أوصوشية الفونكشنز في المقابل فيه هستولوجكا اللي بيناسمي بطريقة تانية حسب هو السيل بادي بتاعتك أو السومة بتاعتك طالع منها بروسز واحد ولا أكتر لو طالع منها بروسز واحد ومنقسم لبريفرال وسنترال برانش بيسموه يوني بولر وده في الغالب سنسوري نيرون أو باي بولر سيلز طالع منها اتنين بروسزة فبيسموه باي بولر مين مثلا زي الانتر نيرون ده في الغالب بيبقى باي بولر أو يكون مالتي بولر مالتي بولر يعني بيبقى برعا طالع منه أكزن وطالع منه إيه شورت مالتي بولر بروسز بيسموه دندريت فده في الغالب بيبقى الموتو إيه ده في الغالب بيبقى موتو نيرون يبقى هستولوجكا لي أنا بيسمها إيه باي بولر ويوني بولر ويه مالتي بولر طب تعالنا نتكلم على مصطلح مهم جدا يا شباب اسمه نيرف ترانك ونيرف فايبر النيرف ترانك هو اللي قدامك في الرسمة دي اسمه سباينال نيرف ده اللي بيسمون نيرف او نيرف ترانك اي نيرف ترانك عندك لو كبر نظر اذا انت شايف الصورة كده بتكون من الاف من النيرف فايبر زيه النيرف فايبر عبارة عن الأجزون عبارة عن مين الأجزون بالاضافة الى الماء النشيس اللي حواليه والسنزل موجودة حواليه يعني نيرف فايبر عبارة عن أجزون مع المايلين والشوان سنزل موجودة حواليه ده بالنسبة مما مصطلح كلمة نيرف فايبر ده مصطلح كلمة نيرف فايبر نيرف فايبر ده هو معده 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 بيعمله بنضل او فاسيكل والفاسيكل دي معده 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 كل دول بيعملوا مين النيرف ترانك بتاعه فيه ثلاث انواع من الكنك تفتاشه اللي هي الانسجة الدعمية الموجودة في النيرف زي الايب نيوريام ده بيـيسيراوناد معاوي الايب نيوريام ده بيسيراوناد كل الهيهه النير في باريخ ايه الكونكتف التوشل اللي بيسيراونامd اللي هو الفاسك الاو البندل بيسموه بالنير وولكنكتف التوشل اللي بيحيط على الواحد بس بيسموه اندو نيريم الكلام ده تخض échاضيه في الاستوراش. يبقى انا عايز كل اللي تغرفه ان مصطلع الناير فيبر هو عبارة عن الأكزون بالاضافة اللي بتبع حوالين من؟ حوالين اللي هو العجسون ده. الوظيفة الوحيدة بأعتبر ان هو ده عجسون خلاص للنерв فيبر هو توصيل النار في ايمبلز وحسب بقى يما يكون سنسار للنерв فيبر يما يكون موتور لو كان سنسار هينقيله من لمن هينقله من الرسيبتور للسي الناس لو كان موتور هينillah من السي والنس للأورجن يعني النار هي ثلاث انواع يا شباب النерв فيبرز كم نوم? ثلاث انواع. بنقول تاني يا شباب معي ان انا انواع نارف هاي برسطلات انواع ال A وال B وال C حسب عدة حاجات اول حاجة بتاعه بيبقى ال A بيبقى يعني حواليه ميلي نشيس بس بيبقى بتاعه بيبقى شوية وال B بيبقى بيبقى خفيفة وال C ده بيبقى خالص الحاجة التانية ده متر القطر بتاعه بالنسبة لل A بيبقى القطر بتاعه من ال 2 الى 20 مايكورون بالنسبة لل B بيبقى من 1 الى 3 مايكورون بالنسبة لل C من نص الى 1 مايكورون ال Speed سرعة توصيل النبضة طبيعي المايلنشيس هو صحيح بيشتعل كالكتر وانسليتور عشان يزود ال Speed of Conduction بيخليها من 10 الى 120 متر في الثانية عكس ال B بيبقى من 3 الى 15 متر في الثانية وبالنسبة لل C بيبقى من نص الى 2 متر في الثانية بالنسبة لل A منه انواع كتيرة لان زي ما انت شايف كده او زي ما انت شايفين يا شباب الرنج بتاعنا يعني من 10 الى 120 او من 2 الى 20 ده رنج كبير ففيه اربع عنواع الفا وبيتا وغاما ودلتا حسب السمك بتاعه او حسب درجة السمكة بتاعه تبدأ بلع ايه فين وده موجود في فين الايه بيبقى موجود فيه الاوتوناميك ايه سولي موجود في السوماتيك اسف معزرة سنسوري او موتور يعني الايه ده سوماتيك سنسوري وموتور موتور لائح الاسكريتال مصل او سنسوري راح يشيل السنسيشنز من السكن اسمها كوتينيس سنسيشنز او من ستراكشورز تحت السكن بيسموها ديب سنسيشن ال B بيبقى اوتوناميك بريجانجليونيك وال C بيبقى اوتوناميك بوستجانجليونيك بالاضافة الى سوماتيك سنسوري بيشيل حاجة اسمها سلو بين او بيشيل حاجة اسمها ديليت بين سنسيشنز فدي انواع نيرفايبرز بنسبانا يبقى احنا كلمنا على يعني كلمة نيرفايبر هو عبارة عن الاجزن بالاضافة للكافرينج الشيسز الموجود حواليه طب كم نوع نيرفايبر يا جماعة؟ تلات انواع ال A وال B وال C في اختلافات بينهم في اختلافات بينهم وي وكام نكون طب ايه وظيفة ال نيرفايبر؟ هي توصيل نيرف امبلس وحسب لو سنتصيري من كذا إلى كذا لوholdersر من كذا إلى كذا طب ماهي خصائص النيرفايبر؟ خصائص النيرفايبر الايه؟ ايه البرباريتس بتاعة؟ البررباريتس بتاعة النايرفايبر عندك اتنينبرارتي excitability ويه؟ ما معنى كلمة excitedability excitability معناها قدرت النايرفايبر ان هو يستجيب لي ومأسر يعني له عملت له اثارة عملت له خصائف النايرفايبر ياه هنديك رسبونس، هنديك مين؟ الكوندكتيبيتي معناها الابيلة بتاعة النار فايبر توكوندكت الامبلس فروم من سايت واناظر ان يوصل النبضة من مكان لمين اتنين طيب تعال هنشوف طبيعة الاجزايتبيل يتعامل ازاي والكوندكتيبيتي دي هنكال معليه في المحاضرات اللي جاية ان شاء الله بيزنه بيقول لي انه وضع النار فايبر او الالاف العصبية او العجزون بتاعك انه بيبقى فيه بوست في تشارج في الريستنج بيبقى فيه بوست في تشارج اوت ونجد في تشارج ان ده اسمه ريستنج من بريم بوتنشل اسمه ايه ريستنج من بريم بوتنشل او بيسموها بولاريزيشن استيت او حالة استقطاب لو انت عملت اثارة او استيموليشن الاستقطاب ده بيتقلب بيسموه دي بولاريزيشن او بيسموه اكشن مين بوتنشل يبقى الاجزايتبيلتي باختصار هي ظاهرة كهرو حيوية بايو الالكتريك فنومنا بحاجة اسمها رابي دي تشينج تغيير سريع في وضع اسم وضع ريستنج من بريم وتنشل والتغيير السريع ده بيسموه اكشن متنشل وطبعا هما يسموه اكشن متنشل لانه بيبقى كوندكتد الونج النار فيبر عشان يوصل للترمينال بتاعتك ويديك الاكشن بتاعك يبقى ده بنسبة لنا طبيقة الاجزايتبيلتي في النار يعني زي ماقولوا كده الاجزايتبيلتي بتاعت المصل او رسبونس في المصل ميكانيكا الكونتريكشن ورلاكسيشن انقباط وانبساط لكن بالنسبة ل الاجزايتبيلتي بتاعت النيرف هي تغيير في الكهرباء بتاعت النيرف والكهرباء بتاعت النيرف وهو قاعد بدون اي اثارة خلاص بيسموها ريستنج منبريم وتنشل مع الاثارة بدين اكشن متنشل اللي بيسموها نير فامبالز تبتيجي نشوف انواع الميبريم وتنشل في النيرف فيبر او في النيرون عم تا ده عندك تلات انواع من الوضع الاوليه نسمه معاه والريستنج ده اللي بيبقى سالب سبعين وهنتكلم عليه دلوقتي ده موجود بقى في الدندرائت موجود في السومة ووجود في الاكزون موجود في الاكزون التنمين في كل مكان يبقى هو عبارة عن وبين انسايد و او او سايد النار فايبر دور انجرس وهنتكلم عليه دلوقتي وده موجود في كل اجزاء النيرون النوع طبعا النورمال اللي بيبقى وهتكلم عليه كمان شوية النوع الداني يا شباب من اسمه جريديد يعني بيبقى فيه تدرقان يعني مثلا ده ده رسبونس وده رسبونس وده رسبونس كل ما ايه جريديد لانه طبعا شدته تعتمد على شدة مين اللي المؤسر وده بيبقى يعني لو في منطقة الريسيبتور يسموه ريسيبتور هي لو موجود في الدندرائت او في السومة او السلباد بتاعت اناظر نيرون بيسمو يبقى ريسيبتور بوتينشن دول عبارة عن وموجودين في منطقة او الدندرائت او السومة بتاعتمد النوع التالت من اللي ايه من المبريم بوتينشل اسمه ايه اسمه وده عبارة عن بتحصل فيه نتيجة لاثارة وده موجودة في موجودة في موجودة في بس يعني ده بالنسبة لي تعالوا نتكلم على اول نوع من انواع المبريم بوتينشل بنسبانه بنقول يا شباب ان اول حاجة بالنسبة لي هتكلم عليها في تعالوا نتكلم على تعريفه هو فرق الجهد ببين بره الخلية او بره لنير فايبر ليه لان الالكتروض اللي جوه بيبقى او لو ان لان زي ما قولو كده انسايد نيجاتف ريلاتف تو اواتسايد. هل كم تسبتة يعني هو دايما الريستيج من بريموتانش يا جماعة اولوز نيجاتف. ونيجاتف ليه لان سايد السل بيبقى في الغالب نيجاتف ليه اه تشارج ريلاتف للانترستيشال فلاود يعني انترستيشال فلاود اللي هو الفلاود اللي برا الخالي. الفاليو بتاعته بتختلف من خالية للتانية بتبقى ماينس سابنتين سلب سبعين على مستوى النيرب. ونقص تسعين على مستوى الاسكريتال مصل. ونقص تسعين في الكاردياك مصل. والاسموس مصل بتبقى نقص كام? بتبقى نقص ستين. وفي بعض الخلازة العربيسيز بتبقى حواني سالب عشرة او من ستة لعشرة سالب من سالب ستة لسالب عشرة ميلي فولت. فده بالنسبة للفاليو بتاعته من بريموتانش. ده تعالى نخش في النقطة التانية الميجرمنت. بنيسو الزي. انا نسى ايه لعون شوي. في عندك سبيشال فولتومتر. فولتومتري معين. واتنين مايكروالكتروتز. واحد بيتحطى برا. ده بيسمو جراوند او اسمو ريفرانس. والتاني بيبقى انسرتت جوه بيسمو اين? ريكوردنج بيبقى في ريفاين تيب. يعني تيب بتاعته تبقى اقل من واحد مايكرون. بيتحطوا جوه مين? جوه نيرفاين. وده مده ريكوردنج وجوه نيكاتف يبقى القيم بتاعتك هتطلع بينهين بالنيكاتف. ده طب هنقدر نحسبه? نقدر نحسبه. هنقدر نحسبه من معادلة المعادلة ديت زي المعادلة بتاعتين بتاعت حساب اللي بيسموها بس انت في او في انت قلت بتحسب لآيون. لكن هنا هتحسب لان مش سبب وايون واحد بس لعدة ايونات. ففي معادلة اسمها جولديمين هوجيكين كاتز اكويشن. المعادلة دي بتقول ان ال اي ام اللي كوليبرا متنشل للميبرين. معي. اللي هو هنا. دي هو سالب ستين فيه لغة رتمة. لغة رتمة مين بقى? لغة رتمة. المعادلة دي. اللي هو البرمابيلة بتاعت الميبرين. البوتاسيوم. في تركيز البوتاسيوم برا زائد البرمابيلة بتاعت الميبرين للصوديوم فيه. تركيز الصوديوم برا زائد بتاعت الميبرين للكلورايد فيه تركيز الكولورايد برا. معي? اه سوري جوه. يعني الصوديوم والبوتاسيوم عود على ان. يعني احنا تركيزهم برا على تركيزهم مين جوه? الا الكولورايد مقلوب. مقلوب بيبقى بيبقى ان على عود. ليه مقلوب يا شباب? لان احنا قلنا ان الشارج دي بتبقى مجاب او سالب. فده ما انا عملتها سالب ما هي تبقى سالب بالنسبة للصوديوم والبوتاسيوم. تمام? لكن بالنسبة للكلورايد ده ما انا خليتها سالب بيبقى هي هاكس النسبة. هاقلب النسبة بدل ما يبقى ان على عود. اه سوري بدل ما يبقى عود على ان. يبقى ان على عود عشان تفضل سابطة على طول ما تبعاشي فيه اي تعيين. تمام? ده بالنسبة لي اللي هو المعادلة دي بتقولك حاجة ظريفة او. اللي هي ايه? ان فيه تلت 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 ايونات اللي هنظور كبير جدا فيه حدوث اللي هما السوديوم والبوتاسيوم والكولورايد. طبعا بالمعادلة ديت لو جينا زي ما قوله كده نحسب. عشان بتاعت الميبرين للبوتاسيوم قد السوديام بيض ضعف. فلو ان البوتاسيوم اتغير بره بنسبة صغيرة. يبقى الرقم ده هيكبر لو زاد سنة. الرقم ده هيكبر قوي. خلاص? ولو قل سنة الرقم ده هيقل لان ده البسط لكن مش المقام. يعني فزيادة البسط زيادة البسط باي نسبة خلاص بتزود الرقم ده. فمتزود الرقم ده بتخلي قيمة بتاعتك او بتبقى السربية بتاعتها كتيرة. والسربية بتاعتها كتيرة معناها بتعمل حاجة اسمها ايه? بتعمل معين? اه الرقم ده يبقى زي ما قوله كده يبقى كبير. الرقم ده بيبقى كبير. يعني الرقم ده بيبقى كبير. فبيخليلي. ده بدل ما يبقى سالب. بدل ما يبقى سالب ستين. بيبقى مسلا سالب ايه? العسالب معين? تسعين وهكذا. ناخد الكلام ده ان شاء الله معين? وهناخد الكلام ده قدامي. فالبوتاسيوم لوزات برا. الموتاسيوم لوزات برا. معين? لوزات برا الخليل. ماشي بيبقى الرقم ده كبير. الرقم ده بيبقى كبير بيبقى زي ما احنا قولنا ايه? بيبقى السالبية بتاعته بتقل وهكذا. السالبية بتاعته بتقل وهكذا. تمام? بقول تاني باختصار معزرة على اللي فات ده. بقول ان البوتاسيوم لوزات برا الخلية. ده بيخلي بتاعي بيخلي بتاعي يبقى يعني بدل ما يبقى سالب ستين بيبقى سالب مسلا خمسين يعني بيدخلن في حاجة بيسموها مين? بيسموها هايبو بولاريزاشن او دي بولاريزاشن. ولو اين? لو البوتاسيوم قل برا بيخلي ده السالبية بتاعته بيه? كتير. فبيخليه بدل ما يبقى سالب بدل ما بيبقى سالب معه ستين بيبقى سالب تسعين بيدخلن في بولاريزاشن. خلي الحتة دي بعد اذنكو هنتكلم عليها قدام. ان شاء الله بذنها. لما نجي نتكلم عن الفاكتورز افكتنج بتاعت النار فايبر. وهنعرف ان البوتاسيوم اساسا بيأثر على عكس السوديا بيأثر على تعالوا نكمل كلامنا. ونتكلم احنا قلنا تلات حاجات الغد الوقت بالنسبة لي او اربع حاجات بالنسبة لي. اول حاجة شباب اتكلمنا على تعريف من الحاجة التانية اتكلمنا على والحاجة التالتة اتكلمنا على الحاجة الرابعة اتكلمنا علي بتاعته من خلال معادلة النقطة الاخيرة بالنسبة لنا. الي هي اسباب ايلي هو اتكلم Belmontation اللي هو تلات اسباب اساسيين وتاعت الايون ونصير الايون ونصير اميان بام. قلاص مسؤولين الحاجة اسمها ش Jonah macht paration هم اللي بيفصل الشحنيات Astronom عشان كده بدايما ديقوله سبب وحاكتين. فعاليا نتكلم على بنقول والشارج سيباريشن ده النافس الشوحنات يبقى له سببين. السبب الاوليني اللي هو يعني عدم يعني مسلا بتلاقي السودية الجوة مسلا خمستاشر وجوة مية وخمسين والبوتاسيوم جوة مية وخمسين وبره خمسة وهكذا. فالانيكوال ده بيخلي البوتاسيوم ديفيوس فرم ان تو اوت والصوديوم ديفيوس فرم اوت تو مين تو ان. اه اللي بيسموها بتاعة الايوانات دول بيعملوا بالوضافة الى نشاط تعالوا نبدأ مع بعض اول حاجة اسمها او الانيكوال ديستريبيوشن للعمس. طبعا ده الاكسرا سيلولار فليود وده الانترا سيلولار فليود والتركيز السودية بره والكولورايد والبوتاسيوم والبروتين وجوة. فالديستريبيوشن بتاعة الايوانات بره وجوة تبقى النسعة تقريبا. الفكرة الرقم دي مش سابتة. يعني يعني انا عشان اخليك تحفظ ان النسبة بتاعة السودية ما بين بره الخلية وجوة الخلية هي عشرة الواحد فانا ميديك رقم لكن هي ما بين عشرة الى خمستواشر لواحد. ونفس الكلام بالنسبة للبوتاسيوم يا واحد الى من 30 ل45 حوى 30 ل40 متوسطة 35. ونفس الكلام بالنسبة للكلورايد بيبقى 25 لواحد. من خلال النسب دي تعرف ان السودية بكتير بره والكلورايد كتير بره لكن البوتاسيوم كتير مين كتير جوء. طب النسبة دي الحدف مين هي ايه? ان انا عارفها. ان النسبة دي هتخلي حاجة زي السودية ماهدام هو نسبته بره كتير فهي ونفس الكلام بنسبة البوتاسيوم ماهدام تركيزه جوه كتير هي ونفس الكلام بنسبة للكلورايد هدام تركيزه بره كتير اوكي? طيب يبقى الخطوة التانية عملية اللي هيحدد فيه او ما فيش يا جماعة هو صحيح اتحدد من الاول بالليه بالان ايونات مش متوزع ايونات مش متوزع ايو على طول سيز بتاعة الممبرين او في الانتراسيلولر والاكسراسيلولر رفعه. لاحدد الايونات هدفيوز او نندفيوز حاجة اسمها نفازية اللي اختاري. يعني بيقولك ان الخلية بتاعتك والسير ممبرين بتاعك بيحتوى على ايونات شاننز بيبتسمح بيه اه بيمرور ايونات بيمنع الاخرين. ده حسب ايه? حسب السيز بتاعه وحسب حسب حاجة اسمها. عندك كم نوع من انواع ايونات شاننز او الباسف وفولتج جيتد وليج اند جيتد ايونات شاننز ده بتسمح بالديفيوزين بتاعت الايونات. الديفيوزين بتاعت الايونات من خلال اللي هو ما ماشي هو ده المين كوز بتاعت واخدنا الكلام ده. خدنا ان دي اسمها واسمها واسمها وقلنا ان الريستنج تشاننز او اللي هو الليكي تشاننز او الباسفة تشاننز اللي يبتوبا اولوز اوبن هي المين كوز للريستنج المين كوز للريستنج مين؟ مين بريم بوتانج. تمام? بعدها نتكلم بقى على الديفيوزين بتاعت الايونات واللي تشعر سيباريشن. اول ايونا هيتحرك ما احنا عندنا اربع ايونات بروتين، وسوديم، وبوتاسيوم وكولوريت. تمام? مين اللي هيتحركітو مش هوتحرك ده ميبتيني? ما تنسيشي ان المابرين بتاعك بيبقى اوبصريوت باريول لبروتين يعني كلمة لبروتين. يعني مفاش اي الي البروتين خالص. لان هو فرستنج ليرون. دفيوزين بتاعت البوتاسيوم ويان هو يعتبر ال viewing كوز بتاعت تشانبات ان تم الانساش المعلومة دي. ان البوتاسيوم بنفسرفم انتو اود باحظ crawl فرق التركيز اهو. من تلاتين الى اربعين ضعف. بتاعت الميبرين بالبوتاسيوم. يبقى حوالي مية ضعف. يبقى البوتاسيوم اكتر من مين من الصد. فاللي بيحصل ايه? ان البوتاسيوم بيديفيوز فورم ان تو اوت. لغاية ما يبقى في بوست في تشارج اوت بتتنفر مع اوت فلول مور ايه? ده مور بوتاسيوم. بص الكلمة اهو. عندك ده اللي هي تعدي. من خلال الايونيتشانس. ما تدرش تعدي. ده الانترا سيلولار فلوت وده الاكسترا سيلولار فلوت. عندك البوتاسيوم اللي هو بتاعته دي اللي انت شايفها ديت باللون اللي قدامك ده. ده كتير جوه. فبيحول دفيوز. ده فده طريق دفيوشن بتاعه. لكن بيحصلوا دفيوشن خلاص بالكونسنتراتشن جريدينت وي بي اللي هو آآ بي كمان بالحايبر مابيريتي. الغيط ما يوصل ان فيه او بصف بره تمنع الربالشن بيسموه الترق absorption هي تمنع اي دفيوشن لأي مور من اي مور بدازم. ده تعال للسوديم بقا. السوديم ما بيجي يخش? السوديم تركزه بره كتير وجوه عليه. فبيخش بالإلكتريكال ويه اآ بالإلكتريكال وال quiz subsidiة اللي ووي الاتنين يعني بيخش بالالكتورت تركيزه بره كتير و تركزه جوه عليه. و آآ هو بصف وجوه النكتف. بيخش بي بيسموه ايه؟ يخش بفارق التركيز وفارق الكهربة. فارقة تركيز وفرق ايه تاني يا شباب? الكهرباء. ادم يخش فرق تركيز وفرق الكهرباء. طب مين اللي بيخلي بيخليه ما بيحصلوش ديفيوجن بصورة قوية? ان البرمبيلت بتاعت الايه? بتاعت الميبرين للصوديم اهل من مين? موتاسيوم او واحد عالميا موتاسيوم. طب بنسبة لكلورايد. نفس الكلورايد بيحصلو ديفيوجن. تمام? فروم انت وقاوت بس هو مشكلة ان فيه نيجات في تشارج جوا فبتريبيل يعني. بتريبيل. بتريبيل يعني انت تنافر معنا. اه لو جينا اتكلمنا عن ديفيوجن بتاعت الايه? الكولورايد زي ما قلنا من شوية. ان الصوديم بيديفيوز من outside to inside بالconcentration gradient. بس الصوديم ايونز بيتباص من خلال حاجة اسمها ال passive channels with difficulty. الكولورايد ايونز بتديفيوز. ورام outside to inside حسب الconcentration gradient اللي هو خمسة وعشرين مرة. بس طبعا الديفيوجن ده بيتمنع بالrepulsion فورس بتاعت النيجات في تشارج. لها شحنات السليبة اللي موجودة قول. الصورة دي هتبقلق ال charge separation وازاي فصلت شحنات. انا قلت من شوية ان المين كوز بالنسبة للريستيج بريموتانش يا جماعة هو مين? هو البوتاسيوم ديفيوجن. البوتاسيوم عشان تركيزه جوه الخلية كتير والبروتين معاه. فبيخرج برا. مين اللي بيحاول يمشي عراء البروتين. تمام? البروتين بالنجات في تشارج بتاعته بيبقى هيلد على ال inner surface. والصوديم او البوتاسيوم آسف بالبوست في تشارج بتاعته بيبقى هيلد على ايه? على الاوتر سيرفس. ممسوك على الاوتر سيرفس بتاعت الميمبري. السبب رقم ثلاثة اسمه ريستنج آآ سوري اسمه صوديم متاسم بامب. البامب ديت عبارة عن الكتروجينيك بامب. ما معنى كلمة الكتروجينيك? الكتروجينيك يعني شغلها بيعمل فرق في الكهرباء بين جوه الخلية وبرى الخلية. ازاي? هو بيبقى بتلاتة سوديم برا ويبقى باتنين متاسيوم جوه. يعني طلع تلاتة سوديم مدخل اتنين متاسيوم. يعني طلع موجب اكتر مدخل موجب. يعني خلي فيه موجب بتشارج برا اكتر. فالصوديم متاسيوم بامب او بيتي بيز ده الكتروجينيك بامب بتبقى بتلاتة سوديم اوت واتنين بتاسيوم مين ان. دورها الاساس انه تومنتين هاي كونسنتريشا للصوديم اوتسايد وهاي كونسنتريشا للبوتاسيوم مين انسايد. طبعا ده على الرغم ان الصوديم عمل يخش بفرد تركيز والكهرباء والبوتاسيوم عمل يخرج بفرد تركيز. تمام? عشان جدا لو فيه اي كنديشن يقلل انتقولك اكتفت بتاعة الخلايا يبقى يقلل اي تي بي فورميشن. هيقلل نشاط البامب. ليه? لان البامب دي اسمع صوديم بتاسم بامب او اي تي بيس. تعينج. عشان كده الصوديم بيقى كونيت. الصوديم اللي بخش بيتراكم جوه الخلية. ويعادل البروتينات اللي موجودة جوه الخلين. عشان كده بنترالايز بتاعة البروتين. وبيخلي البوتاسيوم اللي ماسكة على بتاعة المين بتاعة المين. عشان كده انا بفقد بشكل تدريجي او بشكل ايه? بشكل معين. ولو فقط الريستنج من بريم بوتينشن معناها فقط ده بالنسبة لي الصوديم تاسم بامب. تعالوا نعمل مرخص الكلام ده ونقول ان الريستنج من بريم بوتينشن يا جماعة له سبب بين اثنين اساسيين. اول حاجة هو بتاعة الصوديم والبوتاسيوم من خلال اللي كنا نسميناه وده عملية لان الصوديم دخوله او حتى البوتاسيوم خروه اه بيبقى من خلال ده اكوردن كونسنتريشن جريديانت والالكترو كيميكا جريديانت عملية باسف يعني. انا عندي ريستنج من بريم تنشن بالنسبة للنيرفي بيبقى السلب سبعين. هنقول تسعين في المية من السلب سبعين يعني بتكلم على خمسة وستين ميلي بولت. خمسة وستين ميلي بولت من السبعين ميلي بولت يعني. بيبقى عملية باسف. لكن انا عندي الصوديم بتاسم بامب داخل اتنين بوتاسيوم. يبقى كده زودت الموجة ببرة. الزيادة بتاعت الموجة ببرة دي سببها ان تشعر الايونات ولا نقل الصوديم بطريقة نشطة. نقل الصوديم بطريقة نشطة. وعشان كده الصوديم تسعين بقى مسؤولة عن خمسة ميلي بولت. يبقى خمسة وستين ميلي بولت بيتعاملو بيه. خمسة وستين ميلي بولت بتعاملو بمين? بتعاملو بيه. آآ ده بالنسبة لي. ابناء العزاء ده مرخص لي المحضرة بتاعتنا النهاردة. بنقول ان انا عند النيورو بلايالسز بتسابورت بورتكت نيرونز. النيورونز عندها تعميل بليون. النييرف فايبر سالة انواع ال اي والي والسين. النييرف فايبرز لها خاصيتين. المنبريم بوتينشنز الموجودة في النييرف فايبر. قيمة في النييرف فايبر سالة سبعين واسبابه بتاعت الايون سيلكت برميبيريتي وصيدة بتاسين برد. بالنسبة لي الاسئلة ديت اعتقد انها لنا مع بعض في المحاضرة. واشكركم كتير جدا جدا. واشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.